اتهمت منظمة الأمم المتحدة العالمية روسيا بممارسة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم المحتلة شملت إجراءات تتعلق بفرض المواطنة وترحيل السجناء وأكدت المنظمة في تقرير صدر عنها أنها وثقت انتهاكات خطيرة كالاحتجاز والاعتقال العشوائي والإخفاء القصري وسوء المعاملة والتعذيب كما سجلت حالة واحدة على الأقل من الاعدام خارج إطار القانون بحسب التقرير وقالت فيونا فريزر رئيسة مكتب الأمم المتحدة في أوكرانيا الذي أعدت تقرير أنه من المهم توثيق ما حدث في شبه جزيرة القرم لتسجيل الانتهاكات بحق الضحايا ومحاولة ضمان تحقيق العدالة والمساءلة وخلال مؤتمر صحفي أضافت فريزر أن حالة حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم تدهورت بشكل كبير في ظل الاحتلال الروسي لافتة إلى أن روسيا انتهكت القانون الدولية كذلك بنقلها المعتقلين والسجناء من القرم إلى روسيا ووفقا لها فإنه منذ بداية الاحتلال زادت حالات الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين والاختطاف وسوء المعاملة والتعذيب أيضا أما ذروة هذه الإجراءات التعسفية فكانت في مارس من العام 2014 حيث سجلت أكثر من عشرين حالة اختطاف قصري ولا يزال عشرة أشخاص في عداد المفقودين التقرير وثق حالات النقل غير القانوني للسجناء والمحتجزين من سجون ومراكز الاحتجاز في شبه جزيرة القرم إلى السجون في مناطق مختلفة من روسيا وهذا يسبب قلقا بالغا وقد توفي ما لا يقل عن ثلاثة من المحتجزين الذين نقلوا من شبه جزيرة القرم إلى مكان الاحتجاز في أديغيا عانوا من أمراض خطيرة ولم يحصلوا على الرعاية الطبية اللازمة